آخرك القديم هو هذا الطفل الذي كنت تحاوره في أول كلام وهذا الطفل الذي بنيت له منذ ربع قرن بيتاً في قرية قصابين أبعد من ذلك أو أبعد ربما أبعد من ربع قرن بنيت هذه الدارة الصغيرة هل كنت تعود إليها لتلتقي الطفل؟ لا في الواقع أنا لم أعرف طفولة لأننا ربينا في جو فقير جداً ومنعزل لا علاقة له بالمدينة يعني كان عالمي الشجر والجبال والأزهار والحقول والينابية والطيور لا ولكن هل الطفولة غير ممكنة وسط الحقول؟ لا لم أعرف نفسي أني طفولة منذ أن مشيت بدأت أشياء أعمل بدأ أهلي والوسط الذي يعيش فيه يعدني شخصاً آخر للعمل ما في مرحلة اسمه مرحلة الطفولة مرحلة التي لعبت كما نعرفها اليوم نحن ولذلك مع الوقت صرت أحن إلى أن أكتشف هذه المرحلة ماذا كنت وكيف كنت ولكن لا جواب طبعاً لكن نوع من الفضول والإلحاح لكي أكتشف طفولتي وأنا في مرحلة شاخوخة ولكن العودات التي كنت تقوم بها إلى قرية قصابين وإلى هدى البيت هل يمكن إعتبارها نوعاً من سياحة الوجدان؟ نوع من الاستذكار نوع من الرؤية المتجددة لأشياء لما كنت أفهم دلالتها وأخذت أفهم دلالتها ومعناها لكن بعد كبر فكأنها بدت أنني لم أعرف أي شيئاً منها يعني مجرد أشياء تحيط بي وتتراكم أو لا تعني الشيء الذي تعنيه الآن حتى الأشياء تتغيب بهذا المعنى يعني انتباهك عن قريتك وأنت طفل غيره تماماً وأنت شاب وغيره أيضاً وأنت شيخ إن الشجرة لم تعد هي نفسها نفسها تتغيب هي أيضاً